بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الَّذِينَ كَفَارُوا سَبَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى غُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبَصَارِهِمْ غِشَابَ فَلَهُمْ عَزَابٌ عَظِيمٌ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْتَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب نريم بما كانوا يكذبون فإذا ضيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون فإذا ضيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أن أمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون فإذا لغوا الذين آمنوا قالوا آمنا فإذا خالوا إلى شياضينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بيهم ويمدهم في تغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين